دلوقتي تعالوا مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فتنطلق القمة العربية لبتحمل الرقم 33 في المنام عاصمة البحرين بحضور قادة وزعماء ورؤساء الدول العربية وبتحمل أجندة القمة عدد كبير من ملفات الإقليمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على رأسها القضية الفلسطينية وسبل مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين النهاردة هيقدم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية التابع لقطع صندوق التنمية الثقافية ضمن نشاطاته لقاء جديد حول الإعلام والناس والتكنولوجيا المجتمع والذكاء الاصطناعي في تمام السادسة والنصف مساء النهاردة هيفتتح مهرجان إيزيس الدولي لمصرح المرأة دورته التانية في الثامنة مساء على المصرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بتشهد الدورة التانية مشاركة 15 عرض مصرحي من سبع دول قامت باختيارهم لجنة المشاهدة من بين 62 عرض تقدمه للمشاركة النهاردة العشاء الدوري المصري مععدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 23 من عمر المسابقة هيلتقي البنك الأهلي مع المصري في السبع مساء في نفس التوقيت هيلتقي أمبي مع فيوتشر